وبمناسبة عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة وجه سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن كلمة دعا فيها لرفع الصلوات من أجل السلام ومن أجل أهلنا في غزة موجها بأن نكون جماعة متحدة ومتضامنة وإذا اختفت بعض المظاهر العيد لنعيشه في قلوبنا وفي وطننا الأردن الحبيب إلى أبنائنا في الأمانة العامة للمدارس المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة نتمنى لكم كل خير وبركة ونتمنى أن تكون سنة بركة ونعمة من الله في هذه الظروف التي نمر بها خاصة في قطاع غزة نرفع الصلوات إلى الله في هذا العيد من أجل السلام من أجل أهلنا هناك نتأمل في هذا العيد بميلاد السيد المسيح الذي ولد فقيرا في مغارة بسيطة في مدينة بيت لحم في هذا العيد الذي زاره فيه الرعاة ومع يوسف ومريم لنعيش هذه العياد بروح العيد بتجديد إيماننا بأن الله قريب منا ومعنا ولا يتخلى عنه بأنه قريب من كل فقير من كل من يتألم من كل محتاج لتكن عيادنا تضامناً مع كل من هم أقل حظاً منا ليكن تضامناً فيما بيننا مع الفقير والمحتاج هذه هي أعمال الرحمة التي يطلبها من الله في هذه الأيام لنعيشها في هذه الأيام لنربي أبنائنا عليها لنكون جماعة متحدة متضامنة لنكون شعباً أردنياً أصيلاً كما تعودنا دائماً أن نكون في التضامن والتعاضض والتكافل وإذا اختفت بعض مظاهر العيد لنعيش هذا العيد في قلوبنا في مدارسنا في جماعاتنا وفي وطننا الأردن أتمنى لكم عيداً ميلاداً صعيداً وسنة مباركة وشكراً